موعد أول أيام عيد الفطر لسنة 2019 السلام عليكم وأنهم قدموا هذا البيان حرصا من المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال على وحدة الكلمة وعلى إصدار بيان موحد يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية وأوضح البيان أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة بأي وسيلة في أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا في يوم الاثنين الموافق لثلاثة جوان المقبل وهو يوم تحري الهلال شوال للدول التي بدأت رمضان في 6 مايو قال الفلكيون أنه في ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي مثل أندونوسيا في شمال العالم الإسلامي مثل كازاخستان وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق بالنسبة للعالم العربي ووسط غرب وغرب العالم العربي الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرسل الأهلة وبناء على ذلك توصل المتخصصون إلى أنه بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين والتي تشترط رؤية الهلال لدخول شهر الجديد فمن المفترض أن تكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الاربعاء خمسة جوان غرد شهر شوال يوم العيد وأضافة البيان أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال مما كان ما في العالم مساء يوم الاثنين فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوم وأن يكون يوم الثلاثة أربع جوان يوم عيد الفتر وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثة ومنها برناوي وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمغرب فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثة أربع جوان وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها وفق المتخصصين عليه من المتواقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الإربعاء خمسة جوان المقبل في نهاية الفيديو لا تبخلونا بلايك واشتراك في القناة لدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته